السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا أحبابي طلاب الصف السادس مجددا مع درسنا غور الأردني أرض الخيرات كنا أعزائي في الفيديو السابق قد بدأنا الحديث عن درسنا غور الأردن بدأنا بشرح المعاني والأفكار الواردة في هذا الدرس الجميل وناقشنا ما ورد في الفقرة الأولى حول عبارة الغور سلة غذاء الأردن وناقشنا ذلك وكيف أن الغور اتصف بأن أراضيه هي من أخصب الأراضي الزراعية وأن ذلك بسبب الظروف الطبيعية المتوفرة في الغور ومناخه الحار صيفا والدافئ شتاء وكيف أن كل ذلك ساعد على تنوع المحاصيل الزراعية الموجودة فيه ووفرة منتجاته سواء من الخضار أو الفواكه الآن أعزائي ننتقل للفقرة التي تليها يحظى الغور بمكانة دينية بارزة ما معنى يحظى أعزائي؟ يحظى بمعنى يحصل يحصل أو يتمتع الغور إذن ما معنى يحظى؟ يحصل أو يتمتع الغور بمكانة دينية بارزة ما معنى بارزة؟ أي ظاهرة إذن الغور لديه مكانة دينية بارزة أو ظاهرة لماذا أعزائي؟ ما هي المكانة الدينية التي يتميز بها الغور؟ أنه يضم الضرحة عددا من الصحابة رضوان الله عليهم يضم أعزائي بمعنى يشتمل على أو يحتوي على إذن ما معنى يضم يشتمل على أو يحتوي على عدد من أضرحة الصحابة؟ الآن أعزائي دعونا نتوقف هنا وقفة يعني لا بد منها أعزائي نسمع كثيرا عن كلمة ضريح ضريح الصحابة وأيضا نسمع كلمة مقام مقام الصحابة أيضا قبر قبر الصحابة إذن يوجد لدينا ثلاث مسميات أعزائي لا بد أن نفرق بينها أولا كلمة الضريح وكلمة المقام وكلمة القبر ينبغي أن نفرق بين هذه المسميات الثلاثة نبدأ أعزائي بتعريف الأضرحة التي مفردها ضريح ما هو الضريح؟ الضريح هو البناء الذي يبنى على قبر أحد الأشخاص المهمين تخليدا لذكراه أعيد التعريف الضريح هو البناء الذي يبنى على قبر أحد الأشخاص تخليدا لذكراه بينما القبر أعزائي هو المكان نفسه الذي دفن فيه الشخص إذن هناك فرق ما بين الضريح والقبر القبر هو المكان الذي ندفن فيه الشخص الذي دفن فيه الشخص المكان الذي دفن فيه الشخص نسميه قبر بينما الضريح هو البناء الذي يبنى على هذا القبر أو فوق هذا القبر لماذا؟ تخليدا لذكرا أحد الأشخاص المهمين بقي الآن أعزائي تعريف المقام المقام هو مكان أو موضع الإقامة إذن ما هو المقام؟ هو مكان أو موضع الإقامة الذي أقام فيه أحد الأشخاص المهمين إذن المقام ليس بالضرورة أن يكون مكان دفن هذا الشخص المقام قد يكون يعني الشخص قد مر من هذا المكان أو جلس فيه فقط فيتخذه الناس مقاما لماذا؟ تخليدا لذكرا هذا الشخص وتعظيما لشأنه لأنه مر من هذا المكان أو جلس فيه إذن ما المقصود بالمقام؟ المقام هو موضع إقامة أحد الأشخاص المهمين وليس بالضرورة كما ذكرنا أن يكون مكان دفن هذا الشخص قد يكون فقط يعني هذا المكان لنسميه مقام الذي أقمنا عليه هذا المقام هو بناء المقام هو بناء أيضا شأنه شأن الضريح شأنه شأن القبر إذن كلها أبنية أعزائي ولكن الفرق في المسميات إذن المقام ليس بالضرورة أن يكون مكان دفن الشخص كما قلنا قد يكون هذا المكان بناه الناس لماذا؟ تخليدا لذكرا هذا الشخص المهم وتعظيما لشأنه لأنه مر من هذا المكان أو جلس فيه أو إلى آخره تمام أعزائي؟ إذن كان لابد من هذه الوقفة للتفريق بين هذه المسميات الثلاثة إذن نكمل درسنا نكمل فقرتنا يضم الضريحة عددا من الصحابة فهمنا المقصود بالأضرحة كمقام أيضا فهمنا المقصود بالمقام مقام نعددهم بمسمع بعض نضع رقم واحد أبي عبيدة عامر بن الجراح رقم اثنان ضرار بن الأزور رقم ثلاثة شرحبيل بن حسنة رقم أربعة معاذ بن جبل هؤلاء الصحابة أعزائي أضرحتهم أو مقاماتهم موجودة في غور الأردن وغيرهم من الصحابة أيضا رضوان الله عليهم هؤلاء طبعا أضرحتهم ومقاماتهم موجودة في غور الأردن طبعا أعزائي الفكرة التي اجتملت علي هذه الفكرة المكانة الدينية لغور الأردن إذا انتحدثت هذه الفكرة عن ماذا؟ عن المكانة الدينية لغور الأردن ننتقل الآن إلى الفكرة الأخيرة يعد البحر الميت جزءا من غور الأردن الآن انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الحوض الذي تحدثنا عنه في بداية درسنا حيث قلنا أن غور الأردن يتكون من أحواض عديدة منها حوض البحر الميت وأيضا قلنا حوض نهر الأردن سنتحدث عن حوض البحر الميت حوض البحر الميت هو جزء من غور الأردن ما معنى يعد أعزائي يعد أي يعتبر يعد أي يعتبر البحر الميت جزءا من ماذا؟ من غور الأردن وهو أخفض بقعة عن مستوى سطح البحر أخفض أي أكثر خفاضاً وهي اسم تفضيل بقعة بمعنى منطقة إذن هو أخفض منطقة عن مستوى سطح البحر مستوى أي حد حد البحر أو سطح البحر البحر الميت هو أخفض منطقة أو أخفض بقعة عن مستوى أو الحد لحد سطح البحر أو مستوى سطح البحر أول معلومة عن البحر الميت هذه المعلومة رقم اثنين تمتاز مياه البحر الميت بأنها أكثر البحار ملوحة أكثر أيضا أعزائه هي اسمه تفضيل إذن الميزة الثانية لمياه البحر الميت غير أنه أخفض بقعة رقم اثنين أن مياهه أكثر البحار ملوحة لذلك نستخرج منه كميات كبيرة من أملاح البوتاس بما أن البحر أكثر ملوحة لماذا البحر الميت أكثر ملوحة؟ لأنه يشتمل على أملاح كثيرة بطبيعة الحال الآن نحن نستخرج من البحر الميت كميات كبيرة من أملاح البوتاس وغيرها طبعا من الأملاح من الأمثلة على الأملاح التي نستخرجها من البحر الميت ملح الطعام الذي نستعمله للطعام طبعا يتم استخراجه أعزائي ويضاف له بعض المواد بعد تكريره أي تنقيته يضاف له بعض المواد مثل اليود مثلا وبعد ذلك يصبح طبعا متاح لكي يستعملوا الناس ويضعوه على أطعمتهم وعلى طبعا ما يشاءون ويستخدموا للاستخدامات المختلفة تمام؟ إذن هذه الأملاح أعزائي كلها نستخرجها من البحر الميت أيضا من الميزات من ميزات البحر الميت يمكن للزائرين أن يقصدوه ما معنى يقصدوه؟ يتجه إليه إذن ما معنى يقصدوه؟ يتجه إليه ويزوروه طبعا لماذا يتجه الزائرين إلى البحر الميت؟ الجواب ليستمتعوا بمشهد الصخور الملحية المتشكلة على أطرافه إذن ليستمتعوا بمشهد أو منظر ما معنى مشهد؟ منظر الصخور الملحية المتشكلة أو المتكونة على أطرافه أو حوافه انتبه للمعاني أعزائي مشهد معناه منظر المتشكلة معناه المتكونة أطرافه بمعنى حوافه طبعا الزائرين يمكن أن يستمتعوا بمشهد الصخور الملحية المتكونة على أطراف البحر الميت وأيضا طبعا لأسباب علاجية يعني كثير من الزائرين أو من السياح يأتون إلى البحر الميت لأسباب علاجية لأن طينة البحر الميت وأملاح البحر الميت مفيدة جدا بالذات لعلاج أمراض الروماتيزم أمراض بعض الأمراض الجلدية فيقصده السياح أيضا لأسباب علاجية غير الاستمتاع بمنظر هذه الصخور الملحية الآن أعزائي هناك خطر يتعرض له هذا البحر الميت ما هو الخطر الذي يتهدد أو يتعرض له البحر الميت؟ خطر الجفاف يعني ربما أن البحر الميت قد يجف أو يعني تنشف مياهه ما السبب في ذلك؟ بسبب التراجع السنوي لمنسوب المياه التراجع ما معنى كلمة التراجع؟ أي التناقص التناقص السنوي لمنسوب بمعنى مستوى المياه إذن مستوى المياه منسوب ما معنى منسوب مستوى؟ مستوى مياه البحر الميت سنويا يتناقص أو يتراجع طبعا الآن أعزائي للأردن يعني دور وله وظيفة يسعى أن يحملها على عاتقه ما هي هذه الوظيفة؟ أن الأردن يسعى ليحافظ على البحر الميت من هذا الخطر الذي لحق به ما هو هذا الخطر؟ خطر الجفاف إذن الأردن يحاول ما معنى يسعى أعزائي؟ يعمل جاهدا الأردن يعمل جاهدا ليحافظ على البحر الميت من هذا الخطر الذي لحق به إذن هذه الفقرة أعزائي تتحدث عن ماذا؟ عن البحر الميت وما يتمتع به من ميزات مرة أخرى تتحدث هذه الفقرة عن البحر الميت وما يتمتع به من ميزات إلى هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح درسنا غور الأردني أرض الخيرات سأرسل لكم أعزائي أوراق عمل تشتمل على شرح المعاني الجديدة وأيضا الأفكار الواردة في كل فقرة إلى اللقاء أعزائي إن شاء الله في فيديو جديد لنقوم بحل أسئلات المعجم والدلالة والفهم والتحليل فإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته